رئيس السيسي وجهه بتوفير اي اعتمادات مالية اضافية قد تتطلبها عملية استيرات تطعيمات ولقاحات كورونا فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة السورية والفلمان يحدد 26 من مايو موعدا لاجرائها رئيس الوزراء الهندي يعلن فرض حالة الاغلاق الصحي في العاصمة يداله لمدة اسبوع بسبب كورونا الحديث عشر صباحنا تساعد توقيت جريناتش مجازون اخبارياتكم من القاهرة مرحبا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بان تكون منظومة الاطراف الصناعية المقرر اقامتها متكملة الاركان بما في ذلك الاهتمام بشقة تدريب الكوادر الفنية في مجال الاطراف الصناعية من حيث تأهيل العلمي والفني والاكاديمي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وفي اجتماع اخر وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئة الموطنين بشأن الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الاصابة بفارس كورونا وذلك الحفاظ على المصاري المتوازن الذي انتهجته الدولة على مداري جائحة كورونا كما وجه بتوفير اية اعتمدات مالية اضافية قد تتطلبها عملية استيرات تطعيمات ولقاحات كورونا تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد اعرب فيها عن تعزيف ضحايا حادث قطار طوخ وحسب ما اكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بالسمراضي فقد اعرب رئيس التونسي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وقد اعرب رئيس السيسي عن تقديره لمواقف الرئيس التونسي الدعيمة لمصر والتي تعكس العلاقات الاخوية الودية التي تجمع البلدين الشقيقين يزور وزير الخارجية سبح شكري العاصمة الكينية نايروبي في مستهل جولة تتضمن عدد من الدول الافريقية وتشمل جزر القمر وجنوب افريقيا والكنغو الديمقراطية وسنغال وتونس حملا رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي الى شقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورة ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن وقصرح السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بنت تلك الجولة تأتي انطلاقا من حرس مصر على اطلاع دول القارة الافريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الاثيوبي ودعم مصار التواصل الى التفاقق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يرعي مصالح الدول الثلاث وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ اي قطوات احدية فضلا عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الدعي لاطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة تسفر عن التواصل الى الاتفاق المنشود فتح اليوم باب التراشح للانتخابات الرئاسية في سوريا تطبيقا لاحكام الدستور يستمر تقديم طلبات التراشح الى المحكمة الدستورية العليا على مدى عشرة ايام كان رئيس مجلس الشعب السوري حمود صباغ قد اعلن عن تحديد السادس والعشرين من مايو المقبل موعدا الى الانتخابات الرئاسية على انتغرافية الخارجية وملاشين من مايو حمل مفاوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الخارجية جواصب بوريل روسيا حملها المسئولية عن الوضع الصحي للمعارض أليكسي نفالني يتيذا بينما اجتمع وزراء وخارجية دول الاتحاد الاوروبي اليوم عبر الفيديو لبحث مصير المعارض الروسي نفالني والمضرب عن الطعام في السجن كان الاتحاد الاوروبي قد اعرب عن قلقه الشديد حيال صحة نفالني أعلن رئيس الوزراء الهندي نارين دامودي عن فرد حالة الاغلاق الصحي في العاصم اليداله لمدة أسبوع واتذلك بعد الارتفاع الكبير في عدد الاصابات ناتجة عن الاصابة بفارس كورونا حيث سجلت الهند زيادة قياسية في عدد الاصابات بلغت نحو 274 ألف ليتجاوز اجمالي عدد الاصابات 15 مليون محتلة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة كما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 178 ألف بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 1619 وفا جديدة وصلنا لختم الموجز ونحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد أكثر نيوز الجديد 11785 معدل الترميز 27500 معامل استقطاب رأسي شكرا لكم وإلى لقاء